صراعان محمومان يتصعدان بين الأحزاب الكردية صراع على الامتيازات والمناصب في حكومة عادل عبد المهدي في بغداد وآخر داخلي للحصول على مكاسب داخل إدارة كردسان العراق حراك القوى الكردية في بغداد يتركز على محاولة الحصول على مقعدي العدل والهجرة في حكومة عبد المهدي إذ تؤكد النائبة سابقة عن حزب الاتحاد الوطني الكردساني ريزان شيخ دلير أن حزبها سيحصل على وزارة العدل في حكومة عبد المهدي بينما سيحصل الحزب الديمقراطي الكردساني على وزارة الهجرة وفي ظل صعوبات تتعلق بوجود قوى سياسية أخرى تطالب بذات الوزارتين لا تخفي قوى المعارضة الكردية رغبتها في الحصول على واحدة من الوزارات المتبقية في حكومة عبد المهدي إذ يؤكد النائب عن الجماعة الإسلامية أحمد حمرشيد أن قوى المعارضة الكردية لا منع لديها في تقلد أي منصب وزاري في الحكومة الجديدة في بغداد وعلى صعيد الصراع الداخلي في كردسان العراق بعد الاتخابات الأخيرة في المحافظة الثلاث فإن جولات من المفاوضات لا تزال مستمرة بين جميع القوى الكردية سعيا إلى الوصول إلى اتفاق ينهي الخلاف بين تلك القوى بشأن تشكيل حكومة جديدة هناك يأتي ذلك بعد زيارة لمسعود برزاني إلى كل من بغداد والنجف التقى خلالها بعض المسؤولين والسياسيين بهدف حل المشكلات العالقة بين إدارة كردسان العراق والحكومة في بغداد بما يتضمن حسما لقضية نصيب كردسان العراق من الموازنة العامة ومرتبة الموظفين وعناصر قوات البشمرق الكردية وألية إدارة المناطق المتنزع عليها بين بغداد وأربيل في محافظة تأميم وغيرها وبين حما الصراعات السياسية التي تغرق كردسان العراق تغرق مياه السيول مناطق مختلفة من العراق بما فيها محافظات كردسان العراق التي يشغل سياسيها بالتنافس على نيل المناصب دون إشارة إيجابية توحي بأن ثم تنية لخدمة المواطن في تلك المحافظات أو في غيرها من محافظات العراق الأخرى